كنت متوقع النهاردة المكسب يا سيد صلاح؟ رضا عبدالعاد موجود لو انا بقول حاجة غلط يا رضا لا 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 صح صح طوله عمر الناس زبالك بيلعب كرة ما فيش الروح دي الا فترة بسيطة يعني كل مثلا تدات اربعة سنين تلاقي الروح دي اه ايو اه كان مشكلة الزبالك عنده احسن لعيبة واحسن مستويات انما تحس ايه ان غايب غايب عنه الروح بضرجة انا افاكر في بطش قلت جملة زحالت بعض الزبالكوية لي يعني قلت لهم يا ريت الزبالك النهاردة يلعب بروح الفانيل للحضر كان موقفنا كده ان احنا ممكن نكمل ونعمل وفتاع بس وانده ايه القت من حكاية الروح دي انت انت النهاردة بيرمز على فكرة كانت في حالة طيبة جدا بعد الجل الاولاني بعد ضربة الجزاء كان فيه شبه سيطرة بالنوم بس وهم مسيطرين لحس انك متطمن برضو ايه ان العد سمالك صاحية ووعية وعندها هدف وعندهم خطة يعني اصد ايه لا ازا رغم ان بيرمز كان كويس قوي انما السمالك استحق الفوز بقدارة صراحة بقدارة وعندهم يعني هو ضربة الجزاء يا استاذ صلاح مع الفرستين اللي ضاعوا بتوع بيرمز اللي هي في القائم والتانية اللي عواد صدها دي رفعت من روح المعنوية اللي عبت نادي الزمالك وديتك احساس ان المطش بتاع الزمالك مش بتاع بيرمز خلاص لان لو ربنا رأيت اي حاجة تانية الكرة اللي في القائمني دخلت والكرة بتاع تعوات دخلت وكانت الدنيا تشعلبت لان كان النتيجة واحد صفر بس حاج صلاح خايف من مطشط معينة الفترة اللي جاية من الفرق اللي هيقابلها الزمالك يعني الزمالك هيقابل الجونة والمقصة وفاركو والالتحاد السكندري والمصري واسترن كامباني في فرق انت خايف منها من اللي انا قلتها لحررتك دي كل الفرق دي كل الفرق اه هقول لك باي اسلام يعني انت المزيني تقول لي مثلا ايه المصري وتالى لسا في مطش مع الاسبعيلي لا 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 والمصري والاتحاد واستر كامباني هو الاهلي مع اسبعيلي ده اخر مطش الاهلي مع الاسبعيلي اه هقول لك حاجة اكتر حاجة اللي ممكن تفاجأ الفرق اللي انت شايف انها قليلة او مستوى قليل وبييجوا قدام الزمالك وبقى قدام الاهلي كمان هم اللي بيعملوا المخابقات زي المقاولين انا فكر في البريم وبرضا بدخلتلك اسلامها وقلت لرضا وقلتلك وقلتلكم نفسي المطشات اللي بقية من الدولي كل مطش زي كل مطش اكله مطش كاس ما نستقلش باي فرقة انت عارف انت بتلعب قدام الفرقة بس عايز اقول حاجة الرضا في حكاية دي الجنين اللي راحلوا احنا لسه شايفين قريب مطش الاهلي اللي احنا كنا حاكم بالفوز فيه اللي هو بتاعتين بتاعتنا رضا ايو ايو طب ما احنا قلنا ساعتها قلنا ان هو يسحق الفوز الكرة بتاعت امام عشور ايو ايه اللي حصل ايه اللي حصل الاهلي بدأ مش كده اه دا اللي انا عايزة اقولهولك يعني اه الاهلي بدأ بالتسجيل مش كده اه ايوه حصل اللي اتعادل واحد واحد وبعد كده اتنين واحد وبعد كده الاهلي اتعادل اه دا رضل عليك لو كان جات ايه كرة من كورتين بتعبيرها من جنب الزمالك كان لا اما كان مؤكد كان الزمالك ممكن يرجع تقص المطشي المطشي كان يعني انت انت جبت الجن في اول سبعة وعشرين ثانية واخد بال حضرتك اه والكورتين دولارت في اول خمس دقايق اه اه كانت الدنيا فرقت انا ما انت بتتكلم على مطشي الزمالك ان انت جبت الجن التاني في ديئة حاجة وسبعين وتعدلت بعدها بدئتين او تلاتة اه واخد بال حضرتك انا ما انا بقولك كان هيفرق جامد اوي يعني تكيل لو بيرامدز كان جاب الجن ده وبقى واحد واحد الزمال مكانتش يروح هناك خالف لان كان هيخاف وهيبدأ بقى يقولك اامن عشان ما يخش فيها الجن التاني انما الميزة بقى ان ايه ضعت فرصة والتانية وبعد كده الزمالك هدف فاامن المطش اه وده بقى اه الساحل اللي في لعبة الكورة قربة اخوة يعني اللي هي ايه التوفيق برضو حد ما احنا هنا بنقول التوفيق وعدم توفيق قولي رأيك النهاردة فهدف شي كبالة حاجة صراحة عظيق لا 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 بص امش عايز ابالل بس اقول حاجة اقول ابن اجش كبالة ده المفروض تعمل له تمثال في النادي بتكلم بجد الله انا